تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء في البرقية أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة تجسد تلاقي رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والإرادة الشعبية في ظل ما حظي به الميثاق الوطني من إجماع وتأييد واسع للسير نحو تحقيق المزيد من الانجازات والمكتسبات البحرين في ظل المشروع الإصلاحي التاريخي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله